في جزئية مهمة أريد أن أتكلم فيها في الحقيقة وهو كيف يتناول الإعلام المواقف المتشابهة لما يكون فيه مواقف بيخص الأهلي بتناوله إزاي لما يكون فيه مواقف بيخص نادي الزمالك بتناوله إزاي ودي جزئية غاية في الأهمية ليه بقى أنا بتكلم على الموضوع دا ما بتكلمش على الزمالك في حاجة ولا عائبة الزمالك في حاجة كمان الاحترام والتقديش لنادي الزمالك بجماهيره كلهم طبعا الناس كلهم فوق رأسه لكن أنا بتكلم عشان استفازت شوي تعالوا نرجع وراء كده حبيتين لما جاء بعض اللاعبين من النادي الأهلي النجوم في فرقة النادي الأهلي قرروا إنهم يمشوا قرروا إنهم يمشوا من الأهلي أعدهم بيخلص لقوا فلوس كتيرة جات لهم فقال لك لأ أنا هبيع النادي بجمهوره حلو وهروح للفلوس دي ده قراري بقى أنا حر في إيه اللي تقال ساعتها الناس كانت بتقول الإعلام كان بتكلم فيه أو بعض الإعلام كان بتكلم فيه كله ترى عليك إيه احتراف فين المشكلة هنا إيه الأزمة إنتوا بتكلموا فيه تيجي إحنا إحنا نجي ندافع أو نجي مثلا مش من ندافع نجي نقول يا جماعة لأ برضو فيه حاجة اسمها انتباق يا جماعة إيه اللي انت بتقوله ده لا 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 انت قديم قوي إحنا في عشر احتراف دلوقتي لازم كل واحد يفكر في مصلحته ولازم من نادي يدفع فلوس كتير لو مش هيدفع فلوس كتير يبقى لعيب حقه يشوف الفلوس الأكتر اللي جايله ويروحها مش ده اللي حصل مع الأهلي لما مشي مثلا رمضان لما مشي مش عاف عبدالله قبل كده لما مشي أي حد ده اللي حصل طيب حلو دلوقتي كلهم تابعين أو كلهم بنسمع ونقرأ يعني إن طريق حامد لعب نادي الزمالك قرر إيه وده بناء على تصريحات رسمية قرر إيه الراجل قال لك يا جماعة جايلي عرض جامد قوي من السعودية 3 مليون يورو وفلوس كتير قوي فأنا بصراحة بفكر في العرض ده وعايزة أمشي فبالتالي كان فيه قرار أين كان إيه هو هو بقى حيمشي أو كان من ده من النادي النادي مش هجدد له ودي حاجة ما تخصوناش خالص لكن أنا اللي يخصني إزاي الإعلام تكلم في الجزئية دي اتفاجئت لما لقيت ناس تتكلم بتقولك يا جماعة 3 مليون يورو يعني إيه 30 مليون مصري والأهق والزمالك من دي 25 مليون فرقتك 5 مليون يعني لا يا طار ما ينفعش أن أنت بتعمله ده يا طار لازم تعد لازم أنت موجود في النادي هم هم الناس كانوا بيقولوا ساعتها إيه ساعة رمضان إيه لا ده الاحتراف فإيه اللي سدواجية دي ما فيش معايير محددة للكلام لي إيش معنى هنا الكلام كده وإيش معنى هنا الكلام كده فدي حاجة كانت غريبة جدا بالنسبة لي وصراحة كان لازم أتكلم فيها وأقولها وأشاركها محضراتكم لأن وضع يعني بشكل واضح جدا التحيز النسبي يعني إنه يبقى هنا ليه رأي وهنا ليه رأي ما عنديش رأي واحد كده ورأي واحد في تشابه المواقف فحاجة غريبة يعني لكن عادي الأهلي دايما في طريقه وما بفرقش مع أي حد بيتكلم طالما بيتكلم لغار أغراض غير المصلحة العامة هنروح لفاصل بعد الفاصل هنرجع نتكلم في بعض الأخبار بتخص الفريق وإزاي هيستعد المبارات المريخ لأن ده أمر حيبتكون مهم جدا شكرا للمشاهدة